موسيقى هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زال لهب طبعا في هذا المقطع راح أتكلم عن البطائق اللي في طور الأونلاين أو زي ما يسميها البعض طبعا هذه البطائق جدا جدا مهمة وفي هذا المقطع راح نفصل فيها تفصيل كامل ورح نشرحها شرح كامل طبعا كثير منكم يعني يكلمني عن هذه البطائق وأنا شايف تعليقاتكم كلها وأعطيكم قلوب وكل حاجة لكن أنا ما أبغى أنزل شيء أبو كلب أو أن يكون ما هو قد المستوى أنا بنزل شيء كامل المكمل ما تطلع من المقطع إلا وإنت تكون فاهم كل شيء يعني في كيف لأن الموضوع يبغى له ترجمة ويبغى له يعني عدة تنسيقات بسيطة جدا وفي هذا المقطع إن شاء الله ما راح تطلع منه إلا وإنت فاهم كل شيء في الله نخش في المقطع طيب أول شيء سوي ستارت بعد الستارت روح عنده هو الخيار الرابع أو خيار زي ما تشوفون في راح تطلع لكم هذه الصفحة ورح تكون عندكم أربعة بطائق البطاقة الأولى اللي هو بطاقة الديد آي وهذه البطاقة راح تكون موجودة عند الكل لأنها أصلا من الشركة ويعني أول ما تبدأ الأونلاين راح يعطونك اللي هو بطاقة الديد آي البطاقة الثلاثة الباقية هي البطاقة اللي أنت لازم تشتريها وإنت اللي تختار اللي هو البيركات أو البطاقة اللي تعجبك حلوين طبعا هذه البطاقة لازم توصل الرانك معين عشان تقدر تشتريها طيب البطاقة الثانية لازم توصل للرانك عشرة عشان تقدر تشتريها بخمسين دولار البطاقة الثانية لازم توصل للرانك رقم عشرين عشان تشتريها أيضا بخمسين دولار والبطاقة الثالثة لازم توصل للليفل الاربعين عشان تنفك معاك وتقدر تشتريها بخمسين دولار فيعني تلخيصا للهرجة اول بطاقة راح يطونك اياها البطاقة الثلاثة الباقية انت لازم تشتريها ولازم تلذل عشان تاخذها هلوين حد الان طيب اول شي راح نبدأ نفصل في اللي هو الديد اي او اللي هو البطاقة الوردية خش عليها واضغط اكس راح تطلع لك هذه الستة البطاق والديد اي لها ستة بطاق مختلفة وكل بطاقة لها خصائصها الخاصة طبعا انت راح تكون عندك اللي هو بطاقة واحدة من اول ثلاثة بطاق لان البطاقة الوحدة هذه اعطوك ياه في بداية الاونلاين حلوين البقية راح تكون مقفلة لازم تدفع خمسين دولار على كل بطاقة عشان تقدر تفكها اول بطاقتين زي ما قلت لكم راح تكون جاهزة عندك تقدر تشتريها بخمسين دولار لكن الثلاثة الاخيرة لازم اللي هو تدفع خمسين دولار وتوصل الرانك معين عشان تنفك معاك على سبيل المثال البطاقة الرابعة لازم توصل الرانك رقم اربع وعشرين عشان تقدر تشتريها بخمسين دولار والبطاقة الخامسة لازم توصل لليفل اربع واربعين عشان تشتريها والاخيرة راح تكون توصل لليفل خمسين عشان تشتريها او تقدر تستخدمها فالموضوع انه راح يكون عندك واحدة مفتوحة والبقية كلها مقفلة عشان تفك اي بطاقة لازم تدفع لهو خمسين دولار ولازم توصل الرانك معين الان راح نبدأ بشرح بطاقة ديد اي وترجمتها ترجمة صحيحة اول بطاقة في الديد اي راح تكون a moment to recuperate واذا اخترت هذه البطاقة راح تجيك الخاصية التالية لما تكون مشغل الديد اي طاقتك راح ترجع اوتوماتيكيا بشكل بطيء نوعا ما لكن طاقتك راح ترجع اذا كنت مشغل الديد اي وايضا اذا خدت دامج من اي احد الديد اي راح تتكنسل فهمتا كيف هذه اول بطاقة البطاقة الثانية في الديد اي اذا اخترت هذه البطاقة راح تجيك الخاصية التالية لما تكون اللي هو الديد اي فعالة انت وزملائك راح تدمجون الدمج اعلى من العادي يعني مثلا كنت تدمج خمسة الحين راح تدمج عشرة يعني راح يرفع لك الدمج اذا كنت مشغل الديد اي وحاط هذه البطاقة هذه هي البطاقة الثانية البطاقة الثالثة هذه افضل افضل بطاقة في الهو الديد اي لازم تحطونها كلكم لانها جدا جدا مهمة اللي هي بطاقة بينتت بلاك طبعا اذا اخترت هذه البطاقة لما تكون الديد اي شغالة انت تقدر تحط اكسات على اعدائك ركز معايا شوفتوا في الوفلاين كيف لما كنا نشغل الديد اي ونضغط ار ون كانت تجعل اعداء اكسات صح اذا كنت حاط هذه البطاقة في الانلاين راح تجيك الاخسات هذه فصراحة هذه البطاقة جدا مهمة ولازم تحطونها بالنسبة للبطاقة الخامسة اذا اخترت هذه البطاقة راح تجيك الخاصية التالية لما تكون الديد اي فعالة انت والهو عصابتك واصحابك الراحل هو تسترجعون هلثكم لما تكون الديد اي فعالة ولو بشكل بطيء بالنسبة للبطاقة السادسة والاخيرة للديد اي راح تكون بطاقة نوعا ما جيدة صراحة لما تكون الديد اي فعالة الاعداء ما يقدرون يقنصون عليك عشان اوضح لكم اكثر شفتوا لما تقابل واحد 1v1 يعني او تتحارب معاه شفتوا لما تقرب منه وتضغط ال2 مو الام اسست على طول يقنص على راسك او راس العدو صح ولا لا صح لما تكون عندك هذه الخاصية ومفعل الديد اي العدو ما يقدر يقنص على راسك والام اسست يصير الهو فري ايم عرفتوا كيف يعني تلخيصا للهرجة انه العدو لما انت تكون مفعل الديد اي ما راح يقدر يقنص عليك والام اسست ما راح يشتغل صراحة النوعا ما جيدة ورهيبة وتستاهل انك تشتريها لكن صراحة المنوشة نظري في الديد اي ابليتيز كلها افضل بطاقة اللي هو البطاقة الثالثة اللي هو بينت ات ان بلاك فلا تنسون تاخذونها طبعا في ملاحظة مهمة جدا جدا ولازم تعرفونها عن البطايق وتنطبق على جميع البطايق الموجودة عندك طبعا كل بطاقة لها ثلاثة مستويات من القوة والتأثير اللي هو تير 1 تير 2 وتير 3 عشان اوضح لكم اكثر عشان تنتقل من المستوى الاول الى المستوى الثاني لازم تلفل البطاقة وتجيب تقريبا 10.000 xp عشان تقدر تنتقل من المستوى الاول الى المستوى الثاني المستوى الاول مثلا كنت تدمج انت خمسين حلو؟ لما تنتقل المستوى الثاني راح تدمج مية يعني المستوى الثاني رح يكون أقوى من المستوى الأول والثالث أقوى منهم كلهم وهذه البطائق لها مستويات يعني كل بطاقة لازم تلفل بها عشان تنتقل للمستوى الثاني أو المستوى اللي بعده وهي فقط ثلاثة مستويات وفي ملاحظة أيضا عشان تنتقل من مستوى إلى مستوى لازم تدفع 350 دولار يعني لفل بها لفل بالبطاقة ودفع 350 عشان تنتقل من المستوى الأول إلى المستوى الثاني ومن الثاني للثالث وهلوم ما جرى طيب الآن رح نجي للثلاثة أماكن للبطائق الباقية غير بطاقة تدد آي طبعا هذه الثلاثة البطائق زي ما تشوفون في الجيم بلاي زي ما قلت لكم سابقا هذه البطائق انت لازم توصل رانك معين بعدها تدفع 50 دولار عشان ينفك معاك هذا المكان طبعا في الثلاثة الأماكن هذه انت تقدر تحط الهوى ثلاثة بطائق من أصل 12 بطاقة انت تقدر تاخد ثلاثة بطائق من أصل 12 بطاقة وال12 بطاقة تنقسم لثلاثة أقسام رئيسية اللي هو بطائق الحرب وبطائق اللي هو الريكوفري أو الهيلث وبطائق اللي هو الديفينس أو الدفاع رح يكون ستة لكل نوع والآن رح نبدأ نفصل فيه اللي هو بطائق الحروب أو الكمبات كاردز طبعا زي ما قلت لكم سابقا أيضا انه رح يكون ستة بطائق وكل بطاقة لازم توصل الرانك معين عشان تنفك معاك حلوين الكمبات كاردز كلها كلها ما رح تنفك معاك إلا لما توصل الرانك معين لما توصل الرانك معين رح تدفع 50 دولار عشان تفكها الآن رح نبدأ نشرح اللي هو الكمبات أبيليتيز أو اللي هو بطائق الحروب ورح يكون شكلها اللي هو هذه التقنيصة وعشان تبدل بين اللي هو القوائم الرئيسية أضغط اللي هو R1 و L2 طيب نبدأ نترجم أول بطاقة في اللي هو الكمبات أبيليتيز بطاقة اللي هو الهورس مان هذه البطاقة إذا اخترتها رح تجيك الخاصية التالية رح تدمج دمج عالي لما تكون على ظهر حصانك هذه البطاقة الأولى البطاقة الثانية لما تكون قريب من الموت رح تدمج أعلى البطاقة الثالثة لما تنتظر 15 ثانية بين كل طلقة وطلقة رح يزيد معاك الدمج يعني طلقت الطلقة الأولى كان دمجها مثلاً 50 لما تنتظر 15 ثانية بعدها تطلق رح يكون الدمج اللي هو 100 عرفت كيف؟ يعني لما تطلق وتنتظر 15 ثانية رح يزيد معاك الدمج هذه هي البطاقة الثالثة البطاقة الرابعة The Short Game إذا اخترت هذه البطاقة رح تجيك اللي هو الخاصية التالية رح تدمج بشكل عالي الأعداء القريبين منك ورح تدمج قليل من الأشخاص البعيدين عنك البطاقة الخامسة اللي هو الهانجمان إنه لما تربط أحد الأعداء بالهو الحبل حبلك رح يبدأ يخنق اللي هو العدو ويدمجه يعني يعرفت كيف؟ يعني لما تربط أحد الأعداء الحبلك رح يبدأ يخنقه ويقتله بالنسبة لبطاقة اللي هو الوينينج استريك هذه بطاقة صراحتين جداً جداً رهيبة وجداً أسطورية صراحةً أنصحكم بيها أيضاً هذه البطاقة كل طلقة تطلقها رح يختلف الدمج فيها يعني الطلقة الأولى رح تكون مثلاً دمج خمسة الطلقة الثانية عشرة طلقة الثالثة عشرين طلقة الرابعة خمسين السابعة مياً زي كذا يعني كل طلقة تطلقها رح يزيد الدمج معاك فهمتوا كيف؟ هذه هي البطاقة السادسة والأخيرة في الكمبات أبيليتيز وزي ما قلت لكم كل بطاقة لها ثلاثة مستويات طورها زي ما تبقى طيب كذا يكون انتهينا من الكمبات أبيليتيز الآن رح ننتقل لهو الريكوفري أبيليتي أول بطاقة إذا اخترت هذه البطاقة رح تجيك الخاصية التالية هلثك رح يرجع بسرعة بعد ما تتدمج على طول يعني واحد دمجك الوقت الطبيعي أن هلثك يرجع رح ياخذ تقريباً خمسة عشر ثانية لكن بهذه البطاقة دمك على طول رح يرجع بعد خمسة ثواني هذه هي البطاقة الأولى البطاقة الثانية رح تدمج بشكل عالي إذا كانت استمنتك أو الاستمنة بار فوق الخمسة وسبعين في المية يعني دائماً خلي استمنتك فوق خمسة وسبعين وحط هذه الخاصية فرح تدمج بشكل عالي جداً على الأعداء هذه هي البطاقة الثانية البطاقة الثالثة اللي هو الـ Eye for an Eye Hit Shoot Restore a Little Dead Eye يعني لما تقتل أحد الأعداء بالHit Shoot أو في راسه رح يعبي لك اللي هو الـ Dead Eye صراحة هذه جداً جداً رهيبة وعجبتني مرة وهذه هي البطاقة الثالثة البطاقة الرابعة الأدوية اللي تعبي لك الـ Dead Eye لما تشربها وبعدها على طول تفعل الـ Dead Eye وتقتل الأعداء فرح يكون دمجك عالي هذه البطاقة يعني نوعاً ما أبو كلب وممكن أسوأ بطاقة في الـ Recovery Abilities بعد عنها ما منها أي فايدة كبيرة البطاقة الخامسة اللي هو Strange Medicine إذا حطيت هذه البطاقة رح تجي لك اللي هو الخاصية التالية هذه البطاقة صراحة بطاقة رهيبة ومفيدة جداً جداً للحروب هذه البطاقة هلثك راح يزيد حتى لو إنك قاعد تدمج صراحة جداً رهيبة ومفيدة للحروب يعني أنت تحارب هلثك راح يزيد أوتوماتيكياً ما راح يزيد بسرعة هو لكن هو راح يزيد بدرجة أقل من الدرجة العادية فصراحة خاصية جداً رهيبة للأشخاص اللي حاربون وهذه هي البطاقة الخامسة البطاقة السادسة والأخيرة اللي هو Cold Blood لما تقتل الهوى عدو على طول هلثك راح يرجع بعد خمسة ثوانية على طول راح يبدأ يرجع صراحة شي رهيب جداً أنه لما تقتل عدو على طول بعد خمسة ثوانية يزيد الهلث عندك شي كبير ورح يفيدك جداً في الحروب طيب كذا يكون غطيناه اللي هو Recovery Abilities كاملة فيلا ننتقل الآن للهوى Defense Abilities أو آخر ستة بطايق طيب بالنسبة لل Defense Ability برضو راح يكون الهوى ستة بطايق راح نبدأ نترجم كل واحدة ونشرحها أول بطاقة اللي هو الهوكر داون يقول لك يعني لما تكون زابن يعني مثلاً وراء شجرة أو لأي شي راح تتدمج بشكل قليل هذه هي البطاقة الأولى البطاقة الثانية To Fight Another Day هذه راح تتدمج قليل جداً لما تكون جاري يعني في أحد يطلقك وانت جاري راح تاخذ اللي هو تدمج قليل جداً بالنسبة للبطاقة الثالثة ال Did Eye والEagle Eye راح تخلص بشكل بطيء جداً هذه هي البطاقة الثالثة بالنسبة للهوى البطاقة الرابعة لما خويك تنوك ويطيح مو أنت تقدر تسوي له Revive فلما تكون حاط هذه الخاصية أو هذه البطاقة وتروح تقوم خويك فالثمانية الثواني الجاية ما راح تتدمجون بشكل كبير أنت وصاحبك يعني في كيف هذه هي البطاقة الرابعة البطاقة الخامسة راح تتدمج بشكل قليل جداً إذا كنت Unarmed أو غير مسلح أو أنك ماسك اللي هو سلاح melee weapon أو أنك يعني زي السكين وكذا هذه هي البطاقة الخامسة البطاقة السادسة والأخيرة Never Without One صراحة هذه جداً جداً رهيبة وجداً أسطورية ممكن العيبة الوحيد فيها أنها لفل نوعاً ما بعيد اللي هو لفل 46 لكن الأشخاص اللي يعني فكين هذه البطاقة أخذوها وإنتم غمضين لأنها أسطورية البطاقة بكل بساطة طاقيتك راح تحجب الهيتشوت يعني كلنا نعرف أفضل طريقة أنك تكتل أحد تقنص في راسه لما يقنص على راسك ما راح يقدر يجيبها في راسك لأنه الطاقية راح تحجب الطلقة فصراحة هذه أفضل أفضل بطاقة فيه اللي هو Defense Ability لكن زي ما قلت لكم يعني السلبية الوحيدة أنه لفلها عالي هذه هي الستة بطاق لل Defense Ability طيب الصالح ممكن سؤال هاته سؤالك أخوي إيش أفضل البطاق اللي نقدر ناخذها طبعا ما في شيء اسمه أفضل يعني أنت شوف اللي يناسبك ويناسب طريقة لعبك واختارها لكن دام أنكم تبغون الأفضل فرح أعطيكم المفضلة عندي اللي صراحة نستفت منها كثير أول شيء اللي هو من قائمة الديد آي أو بطاقة الديد آي خذ اللي هو بطاقة Paint It In Black اللي هو شرح هذه البطاقة أنه لما تشغل الديد آي تطلع اللي هو الإكسات زي ما كان في الوفلاين البطاقة الثانية رح تكون اللي هو الهنكر داون صراحة هذه البطاقة رهيبة جدا لأنه لما تكون زابا ما رح تأخذ الدمج البطاقة الرابعة رح تكون اللي هو Peak Condition Peak Condition هذه لما تكون استمنتك 75 رح تدمج بشكل عالي جدا بالنسبة للأخيرة رح تكون اللي هو Strange Medicine صراحة هذه زي ما قلت لكم رهيبة جدا جدا لأنه حتى ونت تتدمج رح يزيد هلثك صراحة يعني هذه الآن استفت منها وانت اختار اللي تعجبك واللي تناسب طريقة لعبك في الأول والأخير ترجمناها لك اختار اللي يعجبك طيب كذا وصلنا معكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة عندكم أي سؤال عن العبليتي كاردز اكتبوا لي في خانة التعليقات وان شاء الله أنا أرد عليكم حطوا لايك لا يجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة